دكتور دلوقتي أستاذ أحمد 28 سنة بقى له 4 سنين بيدخن وإحنا عايزين ننصحه بقى ونخوفه وحاجات كده فخوفه خوفه خوفه جامد يا دكتور عايزينه يبطل سجار يا دكتور يعني بيصعب علي أن الناس تضيع صحتها في التدخين والمبرر بيبقى في الأول يقولك ايه أنا مش هافي سموكر مش بدخن جامد بعد شوية هيتحول لهافي سموكر حتى لو مش هافي سموكر حتى الناس اللي هم دول عرضة برضو بنسبة كبيرة جدا من أمراض القلب وطبعا هو فسر نفسه هو مدخن والتدخين زي ما شفنا في الفيديو من أحد الأسباب الرئيسية بزاوة ضربات القلب وبتعمل توطر هل لو بطل سجار لوحده يخف كده لو برضو نفس القصة زي النصرة المتصرة الأورنيا هي برضو لازم نفحص أثناء الضربات القلب بتاعتنا السريعة هل هي طبيعية برسم القلب ولا غير طبيعية طب هو الدكتور قاله أنت عندك ضربة زيادة يعني ايه بقى اه بصحي ساعات بعض الناس خصوصا المدخنين أو عندهم توطر عصب جديد بيحصل لهم اللي هي الضربة السقطة أو الناس أو الصح لا الأوضح هتضربة زيادة هم دربة تيجي زيادة تخبط في السلتر كده واللي بعدها يفضل من غير دربات بعد كده الدربة الثانية تيجي ايه قوية هم دي بتحصل غالبا غالبا طبعا تليها بعض المدلولات المرضية هم بس الشائع منها إن هي بتحصل تليها توطر عصبي توطر العصبي غالبا أحد أسبابها الرئيسية بتكون بقى مرض ولا بتكون بس فترة التوتر فترة التوتر والمجرد ما الإنسان يتعود إنه يهدى خلاص طب هل علاجها إنه بقى مهدقات وحاجات كده ويروح لطبيب نفسي يهدي نفسه ولا علاجها لو هو يستاهل لو عنده مثلا اكتئاب من الدرجة العظمى لو عنده حاجات تستاهل ويروح لطبيب نفسي بيروح لطبيب نفسي إنما لو الأمور العادية أنا متوتر النهاردة أنا منامتش كويس أنا شارب قهوة سجار كتير شارب مثلا مركز قوي مع نفسي نقعد الناس مركزين شوية بيجي لهم panic attack بيجي لهم يعني يركز دربة دي تسقط حيبتد يركز فيها يقول لها حصل لي مشكلة يبتدي بقى إيه يخش في السايكل دي الدربة بقى نفسها تزيد نتيجة للا إيه؟ للا أزمات الفزع أو panic attack اللي بتجي لهم نعم موسيقى